في الذكرى الرابعة لاستشهاده صادق وزير الأمن الداخلي عمير أحنى على تعيين المنجر جنرال بيرتس عمار قائدا للواء الجنوب في الشرطة رغم افترائه على المربي يعقوب أبو القيعان وإعلانه بأنه مخرب وقت كان نائبا لقائد شرطة النقب في حينه تعيين للواء الجنوب كظابط للواء الجنوب خطأ فادح جدا واستهزاء بالشعب يهود وعرب المسؤول عن الجريمة وهو الذي يعين في نفس النقطة يجب أن لا يكون في السلك الشرطي بالمر خارجه يقدم استقالاته أبدا أن لا يكون في السلك الشرطي لا في الجنوب ولا في الوسط ولا في الشمال حتى يعترف بما عمل في نفس ذلك اليوم صباح 18 وعندف 2017 ويأتي تعيين بيرتس عمار ضمن سلسلة تعيينات للمفتش العام الجديد للشرطة الجنرال يعقوب شفتاي ويؤكد مرة أخرى عدم أخذ مواقف ورأي المواطنين العربي في حساباتهم بدلا من إظهار الحق واسترجاعه لأهله بالأمس في الذكرى الرابعة لمقتل الشهيد المرب خالي يعقوب جاءت الشرطة بالمفاجأة وهي تعيين عمار بيرتس لقائد لواء شرطة الجنوب بعد أن أصدر وصرح بياناته في البداية وحتى اليوم يقول أن خالي مخرب هذه كارثة أيضا هذا جريمة أخرى بحقنا وبحقه هذا تعدي على حقوق الإنسان هذا تعدي على حقوق البشرية هذا تعدي وتقطي للخطوط الحمراء بدلا من الاعتراف والاعتذار من قبلهم جاءوا ليقولوا لنا قولا آخرا قولا أننا ليست شعبا صاحب حقوق ولا نملك أي مواطنة ولا أي شرعية في هذه الدولة عائلة الشهيد أكدت ملاحقتها لكل المسؤولين عن الجريمة التي اعتذر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وطالبت المسؤولين من عرب النقب مقاطعة قائد اللواء العائد من لواء الساحل فيما رفضت شرطة لواء الجنوب التعقيب على التعيين الجديد